أستاذ أسام أستاذ محمود حبدأ مع حضراتكم مباشرة لأنه موضوع مهم جدا الحقيقة النهاردة أثير عن الاتحاد الدولي لللاعبين المحترفين بيحذر من خلاله بعدم الانضمام لفرق الدولي المصري بسبب الأزمات التي تعاني منها اللاعبين مع أندياتهم فيما يتعلق بالمستحقات من المتسبب في هذا الرأي والإحراج الكبير اللي إحنا فيه بعيدا عن النادي الأهلي اللي هو الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله وإحنا مش بنقولون كده عشان جوا النادي الأهلي معرفش برضو رأي حضراتكم إيه ولكن عايز لو تفكرون بمشكلة حصلت للعيب أو لمدرد لا لكن حصل أن النادي الأهلي على مدار اليوم يعني أغلب الزملاء حاولوا أن النادي الأهلي يقول بيان وكأن الحكاية عندية بعينها فالنادي الأهلي أكد ما هو مؤكد ألا وهو ليس الأدايا أساسا أي تبادل لا للشكاوى ولا حضرنا جلسات استماع ولا غرف مغلقة وبالتالي لا مكان لأن يخرج النادي الأهلي متحدثا عن أي ما يسيء العلاقة بينه وبين نجوم محترفين لا مصريين ولا أجانب صح لأن ده كل شيء بيكون موثق بل على العكس توجد شكوى من النادي الأهلي ضد اللاعب عبدالله السعيد واتبع فيها النادي الأهلي الإجراءات القانونية بل على العكس لغياب ما نقل من أوراق عبر اتحاد الكرة المصري كانت الغرفة بتاعت المشهورة بتشعر أن وراء الأهلي منقوص لكن الأزمة أن الأهلي هو المطالب يعني مش الأهلي مطلوب منه وبالتالي النهاردة عاش اسم الكرة المصرية لأنه مصر أكبر الحقيقة من سكان خمسة شرق جبلها ده شيء بقى انتهينا منه اللي حصل ده يخليهم يقولوا شكرا إحنا أسفين يا كرة مصرية نحن نغادر لأنه كل اللي حصل ده معناه أنك كنت تعطي معلومات مضللة ده لسه بقى يعني الكرة الثلج بفضائح كروية أخرى ستتواصل لأنك تعطي معلومات مضللة أولا للاتحاد الدولي فيفا أساسا ثم معلومات مضللة أخرى للاتحاد الدولي لللاعبين المحترفين الذين أثبت محموم أنهم لا يمكن أبدا أنك تكون محل ثقة وأنت التحاد أهلي تدير في كل الأزمات كنت تؤكد بإشارتك الدائمة العقد صحيح ويمكن ده كمان جزء في موضوع كهرباء وما خرج من اتحاد الكرة بس مرة هذه للفيفا أن العقد بمسؤولياتنا الحظوظ في هذه الإساءة أنه دايما الاتحادات قاريا ودوليا بتأخذ بما يطلق بالاتحاد الأهلي لكن هذه المرة كده أصبحوا تحت الرقابة الدائمة كده أصبحوا في الطريق لفضائح أخرى ما أعلموا أن التحكيم سيكون مرصود أكثر وأن بعض الحكام من المظلومين في العدد والجودة والوجود سيبحثوا عن مكان زي الاتحاد الدولي لللاعبين المحترفين ودي معلومة وأيضا هناك لعبون مصريين سيتجرأوا لأن ما ذكر في السبع خطايا العنيفة الحقيقة مشين جدا أن يوافق التحاد الكرة على السلام نسخ منقوصة أن يوافق على نسخ فيها ورقة إضافية أن يوافق على نسخ عارفة كابتن لما كنا نهيش مثلا خارج مدنة اللي يذاكر أو يتعلم بره حمود ما ييجي يأجل حتى أوضى يتلاقي أي حاجة فصاحب البيت راجل محترم يوم يعمل لك خط كده وكل ده كان لا يراعي أبدا الدقة وكان اسم الكرة المصرية سباق فكان بيأخذ بيه من هنا وطالع وكأنهم أصبحوا تحت الوصاية مرة أخرى شديدة السوق يا كابتن لكن هناك جزء اتنين وجزء تلاتة بارتوان